طيب دكتور احنا لما حد مننا بيجي له برد مرة واثنين وثلاثة واربعض بيتقلوا انت جهاز المناع عندك ضعيف طيب في الحالات اللي زي دي يعمل ايه؟ في شروط لكلمة ضعيف يعني كلمة ضعيف احنا بنسيء استخدامها اولا وانا بتكلم من ناحية المناعية انه لما حد مننا بيجي له برد او الاطفال بيجي لهم برد متكرر او التهابات متكررة ويقولك ان هو بيخلص دور يخش في دور تاني او حاجة زي كده هي دي من الناحية المناعية مفيدة ليه؟ لان هي بتزود كأنك بتدي للطفل او كأنك بتدي للشخص ده كأنك بتدي له تطعيمات وبالتالي هو شيء مفيد لان هو بيضيف الى رصيده من الاجسام المضادة ورصيد جهاز المناعة وبالتالي لما بيجي اكبر شوية بتلاقي انه عدد الالتهابات دي وعدد النوبات دي ابتدى يقال فهي رصيد لي مش عكس ما احنا فهمين ان هي ضعف لا ضعف جهاز المناعة ليه شواهد معينة ليه علامات معينة بتبان وهي علامات بتكون خطيرة يعني التهاب الرئوي ده التهاب الرئوي مش النزلات الشعبية اللي هي الكوحة والحاجات الزيكية التهاب الرئوي ودخل الرعاية اكتر من مرة او مرتين او ثلاث مرات في السنة مضادات الحياة بتجيبش نتيجة كويسة معاه ده نعتبر ان هنا في نقص في جهاز المناعة لازم ندور وراه ولازم نعمل تحليل عشان نكتشف ايه هو ده التهابات الجيوب الانفية المتعددة مش لوحدها لا ما بتكون معاها التهابات في الازن الوسطى او التهابات رئوية او نوبات اسهال كل دي بتؤشر ان فيه مشكلة تضخم غدد لنفوية دي بتؤشر ان فيه مشكلة ففيه علامات معينة هي اللي بتحدد والطبيب بيكون عارفها انه هنا فيه نقص مناعة او اشتباه في نقص مناعة وبالتالي لازم اعمل تحليل عشان اتأكد من هذا الكلام الايفيشنسي او القوة او الاداء بتاع الجهاز المناعي لما بنبقى حاسين مش عشو بقى يجوز لناس تخدم مصطلح انه يضعف ولا مش بيدعف بعدها لكلنا بنتكلم عن قوته وضعفه لما بنلاقيه اضعف بنقيمه على اساس اي فئة عمرية ولا حالة صحية للجسم ولا تقدم في العمر مثلا الصغيرين بيبقى جهاز المناعي عندهم اضعف الكبار في السن ولا دوي الامراض المزمنة ولا ايه يعني بنخاف على قوة الجهاز المناعي عند مين هو كل حضرتك قلتيه لانه هو من المعروف طبعا انه جهاز المناع في الاطفال الصغيرين وفي الكبار السن اوي بيكون ضعيف وهنلاقي انه من الفئة العمرية دي هي الاكتر عرضة للمشاكل للتهابات وغير وهي دي اللي بتتأثر وهي دي اللي بيكون فيها نسبة وفيات اكتر والفترة بتاعت الكورونا دي اعطتنا دروس كتيرة جدا عن الموضوع ده فطبعا دي بالنسبة لي الفئة العمرية دي مهم الامراض المزمنة بشكل عام وعلى رأسها السكر والفشل الكلوي والحاجات دي كلها وامراض الكبد ودي كلها امراض بيبقى فيه مصاحب لها نقص مناع لازم اتحسب لكده لازم انبه مريدي ان انت مش زي اي شخص عادي لأ انت لازم تاخد احتياطات متخدش مكان زحمة متركبش وسيلة مواصلات الا واخد كمامة متقابلش ناس بشكل وتتكلم معاهم وحد يكوحف وشك وغيره فلازم يبقى فيه احتياطات لان ده عنده نقص مناعة فهي كل العوامل اللي حضرتك بتتكلمي فيها دي مع بعض بتشكل او بتخليني اتخوف انه لأ المريض ده الجهاز المناعة عنده ضعيف احتمال ان هو يلقط زي ما بيقوله بالتعبير كده يلقط الالتهابات والانفكشن بشكل اكبر فيبقى لازم اتحوط لذلك